بإذن الله ما تغيبوش ما تغيبوش هني قلت لكم سبت القادم بحول الله فعملوا الاختبار فضل نقول السورة بسم الله الرحمن الرحيم معه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا دليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه بموافقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاريون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع بابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة موذفين وما جعله الله إلا بشرى ورد طمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ليقطع طرق إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينسل عليكم من السماء ماء ليطاهركم به ويذهب عنكم رجلس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام هكا ثمون لهم يعطيك صحة ماشاء الله لي أقعد مع بعضنا البعض يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوتلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجاهدونك في الحق بعدما تبين كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإن يعبكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويخطع دابر الكافرين ليحق الحق والبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستهيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم لألف من الملاحكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يرشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء إما أن ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربق على قلوبكم إذ يوحي ربك إذ في شوية سألقي في حلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل أبنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم الثانية لولا ذلك الثانية ثاليكم رقز ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُهُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيْزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأوار جهنم وبرس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفقوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن ترضي عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَضِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مع بعضنا البعض إذ يوحي ربك إلى الملائكة فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاكِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ذَلِكَ بِأَنَّ مُشَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُ كَفُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَبَابًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَجْبَارِ وَمَنْ يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَابٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيأَجِ فقد باء بغضب من الله ونأواه جهنم وبئس المصير فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين من مبلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله نوهد من كيد الكافرين إن تستفقوا عجاءكم المر وإن تنذروا فهو خير لكم وإن تعودون عذوة لن تغني عنكم فحتكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين لا أيها الذين آمنوا أطيروا الله رسولا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتودوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن إن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستبعثون في الأرض تخافون أن يتقطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفتر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله جل تضل العظيم وإذ ينقر بك الذين كتروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينقرون وينقر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ما شاء الله ليك يا صحة بارك الله فيك مع بعضنا البعض إن شربتوا أب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطبكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير المادرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثلا هذا إن هذا إلا كاف وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم وما كان الله معذبه يستغفرون يستغفرون وما لهم ألا يعذبه الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة حصرة ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى ربهم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لينيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرحمه جبيعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاصرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فتح الله لك يعطي الصحة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السلام إن تضتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله أن يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتكون ولكن أكبرهم لا يعلمون وما كان صلاةهم عند البيت إلا مكاءا وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينشقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينشقنا ثم تكونوا عليهم أسردا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهة لما يحسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا على بعض ما يركنه جميعا ما يجعله في جهنم ولا لهم الغاسرون قل للذين كفروا إن ينتموا نغفر لهم ما قد سلح وإن يغلوا فقد قضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنكوا ويكون الدين كله لله فإن الله وإن الله ما يعملون تصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعمى المولى ونعمى النصير ليعطيهم الصحة لبعضه أعلموا أن ما غزلوا من شيء فأن لله قوسه وللرسول ولله القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهدك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإذا الله ترجع الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلكون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريفكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن المسجد ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان أعمالا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب كيف؟ حضر بحدانا مع بعض وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسهير عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشيتم ولفنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذا بالصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقليكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا القبور يا أيها الذين آمنوا إذا لحيتم ذئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيروا الله رسولا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصادمين ولا تكونوا كذلكين حرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراحت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفعوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأقرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تبقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب القائمين ولا تحسبن الذين تفروا سبقوا إنهم لا يعجزون بارك الله في جزاك الله كل خير إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم نرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوهاهم وأدبارهم وذوقوه على الملائكة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرنا بأنفسهم وأن الله سبيع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم لذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شرت بواب عند الله الذين كفروا فهن لا يبقلون الذين عاكتنهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يبققون فإما تقضرنهم في الحرب بشكل لهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فاندر إليهم على سواء إن الله لا يبقل القائلين ولا تحسبن الذين كفروا سبعه إنهم لا يعجبون صحاة قبل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ذباق الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تغممون صحيح وإن جنه للسلم فاجنحتها وتوكل على الله إنه هو السبيل العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابعون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن حسب الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي صح إن شعر ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يدخن في الأرض تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم كاير بلك منه إن أخير هذا تفضل بحجانة مش تبدأ من يا أيها النبي أقول لمن في أيديكم من الأسراء مع بعضنا البعض يلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم ولا تنفقوا من شيء في سبيل الله وث إليكم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخذعوك فإن حسك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمهمين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا أيها النبي وفعلوا المؤمنين على القدار إليكم منكم عشقون صابرون يعبقوا من أفلين وإذا كن لكم يأتي يعبقوا من فهم من الذين كفروا لأنهم قوموا لا يقترون كفروا لأنهم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلقوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلقوا ألفين إذن الله والله مع الصابير ما كان لأبي إن أن يكون له أسرى حتى يثفن في الأرض وليكون عظيم يا ربط والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أكلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صحيح يا أيها النبي لأقل لما في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يكفكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكلا منهم والله عزيز حكيم الله أمشي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ما شاء الله عليك يعطيك الصحة ما شاء الله نعم نختم وين يا أيها النبي أقول لمن في أيديكم من الأسرى في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأنكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبا ونصروا لك بهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وحساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولاك كوم المؤمنون والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولاك كمنكم وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله إن الله براءة من الله ورسوله إلى الذين آمنتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله ومشل إلا الذين كفروا بعذاب أدير إلا الذين عامدتم عند المسجد الحرام أهتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدا إلى مدتهم إن الله يحب المتفين فإذا انسلف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقردوا لهم كل أرصال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله بفور رحيم وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا عند المسجد الأراضي فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا من ولا من ما يرضونكم بأفوانهم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثم قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبوا فيهم من الدين إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونتصل الآيات لقومه يعلمون بارك الله فيكم على كل حال ماخذينش من وقتكم كملتوا العشرة ربي بارك في الوقت ربي يحفظكم شوية عزيمة وإن شاء الله ربي ينفع بكم يا مرحبا يا جزاكم الله وكل خير ما تنساوش النوامر